السلام عليكم زينات صباح النور ان شاء الله تكونوا كامل بخير والاخير جيت نطلع عليكم اليوم بهذا الحلوة الجافة فوقي بريدات يعني محشية بالتمر جي بزا في بنينة وسهلة وتندر في وقفة استغلوا معايا انا جبت لكم الميزان باش نقولكم شا حنحتاجه من المارگارين انا نرمال من وصفة فيها ميتين وخمسين غرام مارگارين غامولي لكن انا كانت عندي كمية من با 100 غرام وكانت عندي كمية كنت استعملتها يعني في وصفة واحدة اخرى دايبة كملت بيها لكن انتوما لي عندها المارگارين نرمال يعني تستعمل ميتين وخمسين غرام تاع المارگارين هنا شوفوا كانت عندي هاد الكمية سيت نوزنها قدامكم بشتوفوها ببري هنا بونجتني 255 لكن سيبا غرف شوية زيادة ولا شوية نقصان ما راحش يعني ينقص ولا يزيد في الوصفة كيف كيف هنا درت نص كاس تا سكر سكر المسحوق قريصة تا الملح ومغرفة تا ديسر تا لاباني وهنا راني ندير في نشا عندكم ربعة مغارف تا نشا ونزيد كل ش نديرو على دربة زوج تا سافار ولاد الجاج ولا سافار البيض زوج سافار البيض ونخلط بالمغرف هنا ولاد الجاج دينا ولا البيض يكون بحرارة المطبخ الزبدة تاني كتكون بحرارة المطبخ سكيفي جي سهلة في الخدمة عندكم مغرفة تا حليب مجفف وهنا في الصفايا درت كاس تا فارينا لاني نغربل فيه مع نص مغرفة تا قهوة تا لاليفيوغ ونبدأ نلم فيها بيدي هاكا غرب سبعتية هنا درت تزوج كيسان تا فارينا دوك الكاس الثالث يعني انتو مولا فاغين ديلكم انا شوفوا الكاس الثالث شحال قعد لي منو مانبا اربع شوفوا سكيفي هنا عندي تلت كيسان غير ربع يعني ما كاش ما اسهل هنا عندي تمر لي يعني عجنتو بشوية تا الزبدة وحتنو اللطري فورميت ديبول تحبو توزنوهم ديروهم تلاتين غرام والحشو مثلا خمستاشن غرام وبديت ننفوري فلابات ديالي بهذا الطريقة ما كاش ما اسهل الوصفة قادرة تحبس هنا يعني قادرة كيما راهي الحلوة ابخير ديلول هاجي سيكرو ديلاس اجي وشو نقولكم يعني من اروع ما يكون هنا سخنت الفرن ديالي على مية وسبعين داراجة هنا البنات ما كانش عندي المول تا المعمول ما باش ونختر لي سكيفي جبت النقاش وبديت ننقش فيهم جاونيك اللي دي غوز دو سابل يجو بزاف شابين متحوفين هاد الحلوة تليق في العياد في المناسبات يعني تشربوا بها قهوة تستقبلوا بها ضيافكم سامبل ومليحة وما تديش بسا في الوقت وشوفو كيفاش تجي متحوفة دوك اللي حبت النقش ديالها يقعدوا واقف تحط الحلوة ديالها في الكنجيلاتر وديركتما تحطها في الفور سينو هاوليك الشكل ديالها انا نصدرت له سيكرو غراس ونصدرته بالشكل اللي راكو تشوفو فيه شوفو هناكي نقسم معكم الحبا كيفاش الموس يدخل يجري يعني تجي دوب دوابان في الفم بزاف بنينة هاد الحلوة يعني وأكو تعارفوا أنا ما نحبش الوصفات اللي تديلي بزاف الوقت في المطبخ نحب يعني في تيبيا ندخل كوزينة نفرح العائلة ديالي وما نحبش الكوزينة تديلي بزاف من وقتي شوفوا الله يبارك كيفاش جات وشو نقولكم تنت كل بشوارب إن شاء الله الوصفة تعلية من التلعجاب ديالكم ودركا ما قادل غير نبقيكم على خير ونقلكم دومتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر